أول شيء تانكيو لأنه خليتني أحكي قلتلك قبل شوي أنه أنا شخص ما كتير بيحكي بس بهيد الحلقة كتير حكيت فهيدا الشيء من فضلك أنه قدرت تتحرك فيه إشياء تانكيو سو ماتش وعن جد حكيت إشياء من قلبي وجد راب تعبر فيهم قد ما بقدر والكلام ويلا كيب كيب جوين وإنت يو دونج اميزنج مان فإنكيو صراحة وإن شاء الله العالم اللي عم تحضرك تشوفك مثال أعلى ويصير فيه أكتر منك زاف رايان بياناتنا أنت اليوم مبسوط بحياتك كتير لأنه أنا أصلا بحس الحياة نعمة يعني أنه نحن كبشر موجودين هون محظوظين أنه نحن موجودين قدرين نشوف كتير إشياء حلوة بالطبيعة قدرين نشوف الحياة اليومية بحياتي مبسوط لأنه أول شيء في حب بحياتي كتير وفي عالم حاولي بتحضني وبتحبني وأنا كمان بالمقابل نفس الشيء ومبسوط لأنه شوي شوي عم بقدر حقق نجحات وطموحات كنت أحلم فيها وأنا عالطريق يعني هلأ تجي هيدا الحلم وبقي عالطريق إن شاء الله هلأ زاف أنا بعرف ما كتير بتعبر وما كتير بتحكي وهيك شخص غامض شوي اليوم بعدك تفرجينا زاف يلي رح يفتح قلبه يعني قد ما أنت تشدت أنت وشطارتك زاف إذا بدي أسألك مين أنت على سعيد الإنسانة أول شي أنا شخص بيحب يأكل حياة أكل يعني بحب أعمل كتير إشياء بنهار واحد شو ما في أعمل بعمل يعني بوعها بفتح اللابتوب بدي أغطس بدي أعمل سيرف بدي أعمل ألف شغلة بالنهار بحس إذا عم بيخلص الوقت يعني لا رح روح نهار علي هيدا أعمل شخص صريح كتير وعفوي حتى إذا بدي أقول لك شي بقول لك ياه مثل ما هو يعني أوقات أسلوبة إنه بيكون متل ما هو وهيدا الشي بمحل منيح وبمحل مش منيح شخص بيتأقلم عمحيطه كتير يعني وين ما تحطني بيقدر شي الحالي قرارات الكبيرة بيخدها بسرعة والقرارات الصغيرة ما بيخدها مثلا إنه شو الأكل اليوم شو بدنا نأكل اليوم ما بيقدر يخدها بس قرار مثلا إنه نشتري شي كبير عارف شو بد من الأشياء الكبيرة هيك هيك بداية يعني هلأ منشوف وين تخدنا الأشياء أكتر إذا بدنا نرجع شوي لطفولتك كيف كانت؟ حلوة حلوة كتير صراحة محظوظ أنا بطفولتك إنه عائلتي الحمد الله لزيزة وبحبوني كتير وشجعوني بكل شيء أعمله وجده كان الله يرحمه جزء كتير أساسي من تكوين شخصيتي صح وخليني دفعني على إشياء اليوم بحياة كتير عم بأوزن يعني هلأ إذا بدك نحكي أكتر في يوم رح نحكي إذا بس بدنا نرجع للطفولة وأسألك شو أول مشهد بيخطر على رأسك لما قول طفولة من الطفولة هلأ إجا عراسي أنا وقف على البوديوم وبدي ناطر الجرس تبع الكمبيتسيون السباحة وسترس عم بيخبط قلبي على الآخر وتنبلش بالكمبيتسيون كنت أعمل ناتاسيون كتير أنا وصغير وكان هيدا المومنت تقيل لإليه وحلو بنفس الوقت يعني فيه راش نوع من الراش كتير حلو كنت تحب الناتاسيون كتير وكانت ضالك بالناتاسيون وضالك بالمستشفى صح؟ ضال بالمستشفى ومش بس من وراء الناتاسيون ونوارك كتير إشياء يعني أنا كتير بحب المغامرات وأدفنتشرس بحب الأدرينالين يعني كل شي فيه قلبي بسرعة بعمله فمش نهيك بعمل كتير سبورت أكستريم سبورت سورف سنوبورد بغتوس فري دايفينج على نفسي فأنا وصغير كنت ضال قضية بالمستشفى من وراء مثلا أكسيدان على الرولرز أو أكسيدان على السكيت أو فيك الكتفة أنا عم بعمل باكفليك بالبسين وإما تركض وراي ابنك بالمستشفى فهيك عندي علاقة كتير حلوة مع المستشفى ومع الاسباحة ورح نحكي عنه لأنك تحب الناتاسيون والسيرفينج والدايفينج وكله وليه بس إذا بدأ أسألك عن أحلى لحظة بالطفولة أحلى لحظة بالطفولة أحلى لحظة بالطفولة من أحلى لحظة بالطفولة كانت بس كنت روح مع أمة وجدة وستة يعني نحضر حفلة لصباح فخرة لأنه كان جدة كتير أصحاب مع صباح فخرة فكنت كتير حب يعني أحضر عمه صباح متل ما أنا بعيتله وكان فيه وحب الإقاع كتير كان فيه دربكجة ضل مركز عليه حب الإقاع من أنا وصغير يعني هلأ إذا قاعدين بحياتنا اليومية بتشوف ندي كل وقت عم بجرب إخلق بيت أو شي هيك فهيدا اللحظة كنت كتير حبة أنا وصغير ولحظة تانية كانت بس نروح عباية ستة وجدة بالويك أند كانت تجتمع كل العائلة ونكون هيك فيه دفع وحب وهلأ الكل كبر وتغيرت وما بقى فيه هالجامعة الكبيرة يعني وما بقى تقدر ترجع مثل قبل كيف؟ تتذكر شو أحلى هدية أخدت أنت وصغير؟ ليك كل كريسمس صراحة كان فيه هدية حلوة كان أنه تعرف كريسمس نحنا وصغار دفع وحب أحلى هدية من أحلى هدية كان فيه عندي بزل 3D بس مش فلات بتركبه بيصير كاسل بيصير شاتو وكان فيه اشياء مثلا هدية بدك تركبهن وهيك اشياء ميكانيكي وكذا كنت كتير حب وفيه كادو كتير أساسي صار بحياتي اليومية جابتلي ستة بس من بعد ما توفى جدة بسنة اللي هو الجيتار كان أول مرة بيصير معي جيتار بين إيدي وانغرمت بالقيلة وبلشت كريارتي أو حب للموسيقى من هيدا الهدية هلأ أنا كمين بعرف فيه جيفت كتير غالي على قلبك هو جولدن ناكلس صح؟ صح مش لابسه اليوم كل يوم بلابسه إلا اليوم ليش؟ ما بعرف لي ما لبسته عن جد ما بعرف هيدا الناكلس هو ناكلس غطيس كان لجدة ويضل لابسه سكوبا دايفر فهلأ صار معي بحسه قماج لجدة يعني تريبيوت وبضل لابسه عن جد ليوم ما بعرف لي ما لبسته دايف بتقول ياريت لو كان هنا طي شوفني وين وصلت ويكون فخور فيه ليك كتير أكيد بس بضل حاسس أنه هو شايف وبيعرف شو عم بيصير يعني وموجود بكل شي عم بعمله عرفت يعني بطلب منه أيام مساعدة أو إرشادات أو هيك بس هنت أنه شو بعمل اليوم ف لو كان موجود ياريت في كتير أشياء بتقول عنا ياريت كانت موجودة وبعدها بالحياة بس لسوق الحظ يعني هيدا الشي بس تفهموا ع الزغر أنه تخسر حدا مسلا ع الزغر وتعرف أنه ما رح تشوفه بقى ولا رح تسمع صوته بيعلمك أنه الحياة قد ما تكون فيه أشياء بدك إياها بس تروح بتروح بس بتضلك عامل المستحيل مشان أنت بينك وبين حالك تكون مكتفة وراضة هيدا الشي اللي راح بمحل معين شو علمك؟ أول شي علمني الشيطانة لك علمني رولج علمني غطس في شي بتذكروا علمني بالغطس كنا كل سيفية نروح على الدرج بالبحر وكل من أول سيفية لآخرة ننزل باليه تحت الماء لنوصل بالآخر على محل أنه صرت نازل يعني شي عشر متار وهيدا كانت صغير يعني عمري شي ثمان سنين أو سبع سنين فهيدا الشي بظل ذكره وشغلة تانية علمني الصبر لأنه الماء والنفس بده كتير صبر صح يعني في حالة تضاين تحت الماء بدك تكون مريح بطريقة مفضة بالك بشكل ما عم تفكر بشي أو ما فيه ديستراكشنز أو ما فيه شي عم بشتتك عن اللحظة اللي عم تريح فيها وإلا ما راح تقدر تغطس أو تضاين لأنه أنا بغطس قبني يعني ما بغطس على القنينة بغطس على نفسي فهيدا الشي كمان علمني إنه في حالة تعمل شي بدك تكون مريح له مظبوط أو محضر له مظبوط وبهالكيس التحضير هو الرياحة وتفضيت البل صح شتعت اللو؟ كتير شو أكتر فكرة وهيكي تجيك على رأسك لما تتذكره؟ شو أكتر إشياء على الجد يعني كل شي بحياة اليومية تقريباً هلا في شي بيصير معي إنه بكون أيام سايق وبس كون سايق بحط إيرفونز بسمع موسيقى في أيام بس تكون هيك بعد غيبة الشمس وسايق مشوار طويل وبيطلع غنية لصباح فخرة بتذكرهم بطريقة هيك بتشجسمي بتخيل حالي هونيك عم بحضر صباح فخرة وجدة معي وكذا وهيدا الشعور بيبكين أيام يعني ما في أصفه أكتر من هيك بس أنه تنيناتهم هلأ صاروا سوا بالجنة وإن شاء الله كون إنه هيك راضيهم شو كان اسمه؟ جوزاف أه اسمه هلا يرحموا مرسي زافة أعطينا شي مومنت فيها ما كنت محبوب فيها بالطفولة مومنت ما كنت محبوب فيها لك أنا كنت شخص كتير ريق أنا وصغير يعني ما كنت أزعج حدا وكتير لحالي وما أحكي يعني ما كون بسيتواشن إزعج فيها بس مومنت إنه كون عم بزعج فيها يمكن أهلي إنه عم بكون كتير حرك وعنيد بمحلات كتير يعني إذا شي بدي إيه خلص ما في شي معقول يوقفنا فبهيك مومنت كنت مش كتير محبوب فيها شو أصعب مشاعر عشتهم بالطفولة بكل حياتك أصعب مشاعر أصعب مشاعر عن جد مان أنا ما بقدر عبر كتير هيدا الشي كتير بيقزي إنه ويمكن جزء اللي هي عملت موسيقى وبعبر بالموسيقى خلال الموسيقى لأنه ما بعرف ظهر اللي بقلبي بطريقة واضحة حتى إنه كيف ركب الكلمات إيام ورا بعد بلاقي صعوبة بهيدا الشي فمش نهيك بدي أكتبهن عوارقة وقلم وغنيهن تقدر عبرهن يعني وهيدا الشي صعب تلاقي حالك إنه مش قادر تعبر لحدا هلأ صراحة صار فيه ستاف بحياتي بقدر عبر لكل شي وعلمتنا إنه اتغير من هالشي شوي شوي واضهر من هيدا الانعزال إذا بدك والخوف من التعبير لأنه بخاف عبر لحدا واتعلق فيه ويرجع يفل هيدا الشخص أو أخسره عرفت فيمكن هيدا جزء كتير أساسي اللي ما بعبر دخلك داف فيه حدا بيحب الجيومتري بحياته محضب ما في حدا إلا أنت يمكن لا بحب كتير الجيومتري مش شوي يعني علاماتي بالمدرسة كانوا بالمات مثلا ألجابر وهاك موان دو حتى مش إنه زرور موان دو بيوصل شابيتر الجيومتري 19 سور 20 كذا بحب جيومتري كتير بحب الأشتكتور كتير بحب كل شي فيه رسم وتخطيط وهيك شايبس عم بتفوت ببعض بطريقة بحس الجيومتري كتير قريبة على إذا بدك سيكرد يعني شو بالعربي سيكرد يعني ما بتغمق ما بتوصل لمحل تحسها طح فهيدا الشي كان من أنا وصغير كتير يخدلي من هيك وقت مش يخدلي من وقت إنه أنا حط وقت فيه إنه وقعد على ورقة بيضة وبلش عمل إشيات جيومتريك لي وشوف يعني إذا بحط كريب قلب سارك بقلت ريا عجوان بتخدني الإشياء بالآخر ويردلي بس تصير تفوت على هيدول الإشياء وتعملون تعملون بيطلع لك شيب كتير سيمتريكل كل ما تصير تغمق زيادة كل ما تقول إنه كيف وصلت على هيدا الشيب لهالقدة متناسق سر عن جد الجيومتري فيها سر سحر وبتحب إلى درجة عملتها تاتو صح هيدا التاتو هون عملت لها ديزاين بعتقد من شي خمس سنين والديزاين مبنى على جولدن ريشو هيدا ريشو موجود بالطبيعة والفن اللي فيه رسم أو تخطيط أو هيك بيبنوا عادة عليه الرسمة طبعون مشان يقربوا على الكمال إذا بدك وعندك غير تاتويات وفي واحد منهم عملتهم بدركية ايه ايه واحد التكير تعرف هالخبار هيدا هيدا مخبة لسبب التاتو ايه شو هو؟ هيدا التاتو هون أول شي بيتفكروا فريز سو مش فريز قلب كان فيه ثقة بطريقة غريبة عجيبة بين بعض أنا وصطاف أول ما تعرفنا عبعد وعملنا نفس التاتو كان قلنا شي أربعة شهر يمكن نعرف بعض وما بعرف في شي هيك حسسنا إنه إنه عام تاتويات وحلق قلنا ثلاث سنين وشو هي سوا وهو رح نبقى سوا يعني فهيدا الشي بيعني لكتير أكيد يعني قلتلك من شوية القرارات الكبيرة بخدها بسرعة لأنه بحسة مظبوط فهيدا كان كمان إذا بدك قرار بس مبنع حب كبير أنا أردنا نسلم على ستيفانيا ونسكر إنه حلقاتها كانت تانى حلقة بالبرنامج كانت عنجات من أحد الحلقات ومن سنة إلى هلا بعدهم الناس بيحكوا بحلقتها فحلقات كانت حلوة بس إذا بنا نجع نحكي شوية عن الحب وأسألك إذا الحب بساعدك بالموسيقى إنك تعبر وتكتب وتلحن لأنك أنت بتكتب وتلحن وتغني أغانيك فإذا بساعدك هذا الشي لك كتير بالإجمال الحب هو سر بالحياة إذا قدرت تفوته عليك وقدرت تعبره بيفتح لك إشياء ما كنت متخيل معقول تصلك لأنه إذا عم تعمل شي بحقيقة وبحب رح يوصل ما بعرفش السر العالم بتصدق الإشياء المعمولة من القلب ومعمولة بحب فأنا بجربت وتشانل حبي بهيد الموسيقى وجرب تطلعها بأوكي بتحطهم بستوريز بتحطهم بقصص مشان تخلق إيماجات بس مبنيين على حب أكيد وكل ما في حب أو كل ما في شي زاد دققات القلب كل ما تطلع الأفكار بطريقة صريحة أكتر يعني أنت ما بعتقد فيك تكذب على حدا تقوله بحبك وما بتحبه رح تبين حتى لو قد ما جربت تكون كذبتك أكيد منه أنت رح تبين أنه مش من القلب لما كدت مستجيف ستفاني سألت ثلاث أسئلة عنك وعنك وعن الحياة وعن الحب عمضا هلأ الحب هو حلو بس مرات ممكن يكون مر كمان شو أكتر شي بخوفك بالحب؟ لتلك من شوي الفقدين صراحة أنه تفقد حدا من دون ما أنت تقرر تفقده عرفت هيدا الشي ترومة إذا بدك بخوف وما عندك كنترول عليه يعني الإشياء اللي عندك كنترول علي بتعطى الهم ما بتشتغل لها بتحلها بس تخسر حدا لسامح الله ما عندك كنترول عليه وهيدا الشي بالحب مئزة كتير زاف ستيفاني بحلقتها قالت لك شي وغنت لك اليوم بحلقتك شو بدك تقول لها ستيفاني؟ كل شي أولا دي عملت غنية بحبك أول كلمة ببلج فيها وبحبك آخر كلمة بختم فيها وكل الكلام الباقي تعب الموسيقى يعني إذا بدك اختصرت لك هلأ الجواب بهيدا الجملة بقل لي أنه بحبك أول كلمة ببلج فيها وبحبك آخر كلمة بختم فيها هلأ سؤال المنتظر أعتقد أنه زاف وستيفاني زاف وستيفاني عطلة عرسين الفين واربعة وعشرين بدك جواب؟ هم قدي؟ قدي شو قدي بدك؟ قدي بدك جواب؟ قد ما بدك أنت بس قول ايه ايه؟ اه يعني رح نشوفكم بالعرس إن شاء الله إن شاء الله أكيد ألف مبروك وقالا هنكم تقدركم هيك مع بعض عندك فكرة شو ممكن تسموا الولاد؟ أو بعض ما حكيته؟ لكن نحكي أيام نحكي بهالموضوع بعده براينستورميج واسع فيه أفكار كتير بس فيه ساشا مثلا اتنا نحبه بس لصابة لصابة؟ ايه هيك بس هيك ليك صغيرة مش رح أعطيك أكتر من هيك ما فيه أوكي أوكي زف بأغنيجة اللي بتكتبهن بعرف إنه فيه أصص أنت بتعيشها وفيه أصص أنت عايشها إن كان بالحب إن كان بكل الأغنية اللي أنت عاملن بس غنيت عأساس شو قصتها؟ شوف متل ما أنت قلت أنا بابني موسيقتي والأفكار الكلام على أشياء يما أنا عايشة يما اللي حاولي عايشينا مش ضروري دايما يكونوا صايرين معي غنيت عأساس معمولة صراحة لأهلي عن أهلي أهلي شخصين بيعقدوا بيعقدوا بس كده واحد لحاله بيعقدوا سوا ما في كتير كامستري فهيدا الغنية مبنية عهيدا الشي وتقول الغنية أنت حبيبي وعمري كله عأساس أنت وأنا يالي ما بيختلفوا عأساس وهيدا هو الحب المبينقاس عأساس بس طلعا القلب بيفضى من الإحساس هيدا الكوبلة والجزء الأهم اللي هو الكورس بيقول فايق آخر مرة حكينا حلينا القصة ونسينا من وقتها لهلأ ما تغير شي صدقتك لما حلفتلي صدقتك من طيبة قلبي وهلأ عم تطلب فرصة من جديد والقصة تعيد والغلطة تعيد بس كتير جرقة منك أناك عم تقول شو عم بيعيشوا أهلك بغنية ليك بعتقد ثلاثة رباع العالم هيك وهيدا الشي ما كتير بيحكوا عنه بس بشوفها حوله هيدا الشي موجود وكمن عن ثلاثة رباع العالم والعالم اللي مش موجود عندها بعيلتها كتير محظوزين صراحة فأنا إيه إذا بدك جريء وقلتلك مشواه صريح وبقول إشياء مثل ما هي وهيدا الشي كان الانفلونس إذا بدك أو الانسبريشن طبع هاي الغنية وهيك عم بقلك إيها هلأ زاف كان عندك كونسورت هلأ مش من زمان ولغيته وبعتقد السبب اللي لغيته للكونسورت هو الغنية اللي رح تنزله قريبا خبرنا شو معاك خبار يا زماني؟ أول شي أنا لغيت الكنسور لأنه قبل بنهار من الكنسور صار آخر مجزرة صارت مع الولاد بغزة وكان فيه يعني إمجز وفيديوز بتشق القلب يعني أنه أنت شفت البيات كيف عم بيحمل أولادهم ما قدرت صراحة كون عم بعمل حفل عم بنبسط فيه وفي هيدا الصور عم تتعاود براسي فقررت إلغي الكنسور كونسور يعني ما رح يغير لي ما رح يغير لي حياتي ولا رح يبني لي كاريارتي وكل شي بيتأجل بيرجع من العمل بعدين بس بعتقد هيدول مواقف إنسانية مهمة والكون عم بيخسر إنسانية كتير وعم بيصير زيادة وزيادة فيه ظلم وفيه دارك عم نتحول لكرة سودة مما تكون زرقة وخضار وهيك لا عم تصير طالع دخنة مننا وسودة وإشي عم بتبج ومظبوط في غنية قريبا رح تنزل عن هالموضوع اسمها محكوم وبتحكي سريعا ما رح خبرة كتير عنا لأنه رح تنزل قريبا بتحكي عن كيف نحنا من وقت ما نخلق مغسلين دماغنا مش نحنا مغسلين دماغنا على إشياء نحنا ما قررنا تصير أو ما بدنا إياها تصير أو ما بدنا يمكن نفكر هيك أو قلنا حق نفكر بغير طريقة بس ما نعيننا نفكر بطريقة معينة وبتحكي كمان عن الظلم الموجود هلق حاليا عنا وبغزة وبكل العالم في عندك أفريقيا في عندك اليمن في عندك بالتاريخ بترجع الهنود الحمر كيف ظهروا من أردن بالقوة وبالعنف وبالقتل وهيك عم بيصير هلق مع غزة وطول عمره إذا بدك الرأسمالية والمشين المكنة ها مكنة المصاري ومكنة الباور ومكنة الجوع لهيدا الإشياء عم تاكل العالم وحطهم بخنات بس بيدفعوا وبيجيبوا إشياء وبيفكروا بطريقة إذا بدك ماشين فيها بزيح وراء بعضهم مثل مكانات صرنا إذا منشوف مشكل عالطريق أو حدا موجوع منثوره صرنا بدل ما نروح نساعده إنه كمان فيه إشياء صارت غريبة فأصلا الدبريشن كمان لاحز قدي صارت حولنا من وراء التليفون التليفون بيعطيك إشياء بتشوفهم تفكرهم ملكك تشيلوا طالع ما في شي مالكو أنت منهم هاو الأشياء مثلا سفرة أو آيتم أو براند أو واتفر فبترجع بتفوت على التليفون تتحس بهيد الراش وترجع تحس حالك أنت ملكت هاو الأشياء وخلص غرقنا بهيدا الشي وعلقنا فيه فهاي الغنية بتحكي عن ها الموضيع وكتير موضيع زيادة كمانا وفيه فيديو كليب لقيلة كمانا وبيحكي الاشياء بهالقدة بولد بهالقدة وضوحة بهالقدة جرقة يعني مش نجرب بطن شي لأنه لازم الكون يشوف أو يكون جزء من هالعالم والأرتست يلي عم بيجربوا يخلوا العالم يشوفوا الاشياء والزلم كيف عم بتصير لو أنا برأيي الفن هو محرك للبشرية كمانا أنت إذا عم تقدم فن وعم تقول فيه مساج عم بيخدم فيه الإنسانية والبشرية فبرأيي أنه شيء أساسي ومسؤولية كمان في غنيات شينهار شو قصة الغنية؟ شينهار هي أول غنية انتقلت فيها من شخص بيغنى بالإنجليزة لشخص بيغنى باللبناني وصراحة الدافع والمحرك كان أنتوني خوري أنتوني أدونيس المغنى من فرقة أدونيس خبرك ياها بريفلي الخبرية بيجيني تليفون مرة من أنغامي وكان أنتوني بوقتها بيشتغل بأنغامي فقال لي بدنا نعمل ميتينج ميشان شيء شيء ما قلو علاقة لا بموسيقتي ولا بشيء قلت له أوكي وأنا كنت بعد أن أبدأ جديد يعني ما بعرف ما عندي كونتاكس إنه أنا غامضة قلت لي إنه شيء فرحت لهنيكي وقلت إنه ما رح أظهر من من هيدا البعطية ما من دون ما إخلق أمورتونيتي لإلي ففتع المبنى وعملنا الميتينج أنا وأنطوني وبآخر الميتينج أنا ما كان هممني الميتينج كان هممني إنه بدي سعبه وشو بعمل أوكي فسماعته شي نهار كانت بالإنجليزة معمولة فقال لي ليك مان إتس كريت بس أنت شو بدك تعمل بدك ضل عم تعمل موسيقى بلبنان قلت له إيه قلت ليش ما مجرر بنكتب هيدا الغنية بالعربة باللبنانة وأنا هون بلش يرتقي لي إنه ليش بوقتها كنا نشوف أنه هلأ صارت أكتر اكتر فكرة الواحد يغني بالعربة بس من خمس سنين وست سنين كانت لا تابوشوي إنه لا مين بيغني باللبنانة مثلا إشياء على الجيتار وهاك فقلت إنه لا ليش بدي أهرب من هيدا الشي ما أنا هيدا بيقت وربيان ع هيدا الموسيقى فقلت له أوكي يلا لاتس تراي تدويت وكتبت شي بالعربة وقته وهو عدله تصار شي نهار وأنا كتير ممنون على هيدا الشي وبتشكره كتير لأنتوني هيدا بيشتغل سوا وفيه أشياء هو بيكتبون فيه أشياء أنا بوزعلهم إياهم للباند كأدونيس ممنون على هيدا الشي مثلا أنتوني من الأشخاص اللي حاولي وبيساعدوني بحياة اليومية بهيدا الحلم إنه يتحقق هل أنا كمان كنقصدي عن كلماتها الغنية؟ كلماتها؟ لمن الكلمات؟ لك الكلمات مش هنة شو هنة أول شيء؟ من لما تلقينا والدنيا صار فيها ألوان فيها حرية نحنا جينا عالدنيا مشوار بدك نمشيها سوا عالرايق ننطر للنجوم لتنطفي قصة حب المطلق مانا لحدا عن جد مانا لحدا فيه أيام بتعمل غنية يعني فيه كتير عالم بيكتبون نوفلز بس مش كلهم نوفلز يعني عن لحدا يمكن انسباير من حدا بس فيه قصة خلقة بتوصل مساج معين وهيدا المساج هو مساج عن الحب بالإجمال وبالمطلق يعني وعن جد نحنا بالدنيا مشواري يعني مش هي أكتر من هيك أيام نستعجل بدنا نعمل كتير إشيها وبدنا نخلص وهيدا ونلاقي حالنا مهمومين وألف شغل وننسألنه خي هيدا كسدورة نحنا جايين فيها أوكي إذا تركنا بصمة كتير منيح وإذا ما تركنا بصمة كمان كتير منيح يعني ما في شي لحقنا صح إذا في دي ساعة بتكتب غنية ويعني تنرجع أقول إنك إنت بتكتب وبتلحن وبتغنيه يعني إذا إنت بتحط عن جد من قلبك لكن أنا شخص قبل ما ياخد قراره أو قبل ما يكون عندي رأي بموضوع بعمل كتير بلينستورمي مع الشخص اللي بوجي أو مع حدا بوجي بس وانس بياخد قرار أو بياخد رأي معين خلص بمشي فيه وبجرب نفذه متل ما أنا بديه للآخر فمشي هيك نميت فيه هيدا هيدا إذا بدك طريقة الكتابة والتلحين والتوزيع يعني أنا نميت لحالي التوزيع اللي هو ميوزيك بروداكشن والتلحين والكتابة مشي نقدر أتوصل على بروداكت أنا شايفه هيك من الأول عرفت؟ وبتعامل مع عالم راب مني وكتير قليل كمان رابع بعض نوعا ما بالتفكير فصعب ما أنه صعب بس بده صبر وبده كتير إسرار شو قلت؟ إسرار إسرار صح وديسبلين أنا شخص كتير ديسبليني يعني بحب بعيش يعني وقته وقته الظهرات خلص بحب العجق أو هيدا بس وقته الشغل كتير رايق وكتير مركز وفيه قعد عشر ساعات على شي ما قوم ما أنزل تغدى وما فوقت على التويلات حتى عرفت؟ فبحس هيدا الشيء أساسي مشان يطلع بروداكت أول شيء أنت من قلبك وتاني شيء أنت راضي منه دقيق كتير بالاشياء اللي بعملها زاف زاف ميوزيك قدام أمن فيه؟ كتير كتير يعني حلمي كله هيدا البروجيت بتعرف كل واحد عم بيخلق شيء بيشوفه كبراند أو كبروجيته أنا هيدا البروجيته ومآمن فيه كتير يعني كل جهده بحطه كل يوم مشان خلي هيدا البراند اللي هيزاف بوصله على أعلى نيفو معقول البوتانشيل طبعي توصل عليه وإذا وصلت عليه برجع بحلم من الجديد مشان نعلي هالبر وكل يوم عن يوم نفس الشي عم بيصير يعني أنا بوعى الصبح أول شي بعمله بطلع على استوديو بفتح اللارتوب بجرب بطلع بشي جديد إن كان فكرة موسيقية أو لحن أو هيدا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بتشيلهم بس تشيلهم بيبقى لك واحد منهم زابطة هاي بتطورها وهيك وهيدا الشي يومياتي يعني وهيدا البراند زاف بك تعرف عن التاتو انت صح كمان دقيق كمان التاتو هون زاف لأنهم آمن بهالبروجيته كتير انت آمنت بزاف بس العالم اللي حواليك آمنوا بزاف؟ العالم اللي حاولي واللي بيحبوني أكيد بيدعموني كل يوم مشان هيدا البراند زاف مشان يكبر ويتطور وكيف ما بيقدروا يساعدوني بيساعدوني وبلبنان؟ بلبنان كيف أصدق؟ بتحس في دعم لزاف؟ أكيد في دعم لزاف وإن شاء الله أكتر وأكتر يعني متل ما كنا عم نحكي إنو الأكتيفيتيز والهوبيزي اللي انت طبعك هنا الاسباحة والسورفينج والدايفينج بس شو قصت الفايف منت وفايف سجنز؟ بأول هيدا السايفية أو بآخر الشتوية هلا عملت تالت دورة لقلي اللي هي دورة الفري دايفينج وبهيدا الدورة كان في ريكوايرمنت إنو تبقى إنو تحبس نفسك تحت الماي لثلاث دقايق هي الليميت في شي بالفري دايفينج اسمه ستاتيك أبنيا يعني ستاتيك أنت ومهدى بحفة البيسين تحبس نفسك وفي شي تاني ديناميك يعني أنت وعم تسبح بدك تحبس نفسك بهايدا الستاتيك أبنيا بصراحة فجأت حالي إنو قدرت ضاين خمس دقايق وخمس ثوانة تحت الماي وكان هيك رش لقلي إنو قوث تخبرك أكتر بس عن هالموضوع إنو في شي بل أنت وحبس نفسك تحت الماي اسمه كيكس كيكس بس تحبس نفسك أنت كتير جسمك بيصير يلبط حاله لو مفكر حاله إنو عم بيموت فاللي بيصير بالكومبتسيون مسلاك مين بيحبس نفسه أكتر إنو مين بيقدر يتحمل هاو الكيكس أكتر يعني أنا ضيانت نفس مثلا تحت الماي تلت دقايق من بعدها دقيقتين جسمك عم بيلبطك عم بيقلك طلع 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 هون بتبلش لعبة الراس كل ما أنت عم بتقله إنو لا بعد لا بعد وتفد الديستراكشنز كل ما تضاين أكتر وكل ما تجيب ع حالك ديستراكشنز كل ما خلص تقول إنو استسلمت لهيدا الشي وهيدا بحد ذاته كتير مهم لأنو مش بس بيتطبق بالغطس بيتطبق بالحياة اليومية أنت كل ما زدت ع راسك ديستراكشنز وإشي عم بتلهيك وتشتتك وتحط لك أفكار سيئة كل ما تتأخر بمشيتك كل ما تتأخر بداعستك لقدان وهيدا جزء كتير كبير لي بحب الأبناء والفري دايفينج لأنو تلاتة رباعة منتل بالراس وربع منها أبليكيشن وجزء كتير أساسي كمان بالفري دايفينج هو الحياة تحت الماء من أنا بقول يا ريت العالم كله فيها تشوف الإضاءة كيف تحت الماء يعني الشمس كيف بتفوت بين الصخور السمك الألوان الإشياء معن عالم تاني عالم تاني يعني غير أنو أنت مفضى راسك وعامل يوركالم ورايق عم بتشوف فيزيويل أصلا أنت بتقول يا ريت لرايتك مسامكة كلمة اللي تعيش كلمة اللي تعيش هي دا العيشة ماظبوط ستاف بتقلي أنت سامكة إنو بتحكم أصلا بجسمي تحت الماء بطريقة هيك كونفتبل أكتر من فوق الماء صراحة ومتل ما عم بوصف لك إنو الحياة تحت شي مان خيال خيال كأنه فضى كأن طلعت على الفضى بس تحت الماء مش معقول كنا عم نحكي عن الدعم الأشخاص اللي حواليك أكيد ولدتك ووالدك منهم أكيد أنت من مين أقرب؟ لك تنيناتهم كل ديناميك إذا بدك كل ديناميك مع الطرف من أهلي شيء يعني مع أمة ديناميك شيء ومع باية ديناميك شيء بس بحبهم بحبهم إيكولي 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 يعني وقلتلك من شوي أنو بقدر أعمل أدابتاسيون أنا على الانفيرون ما على الانفيرون ما على الانفيرمنت فكل واحد منهم بحكيه بطريقة معينة وبتصرف معه بطريقة معينة عرفت؟ فأنا بقللهم هلأ يعني أنو بحبهم كتير وبتشكرهم على الحياة اللي عطيوني إياها شو أحلى هيك دارس علموك يا تنيناتهم؟ ليك التعلق بالعائلة قلتلك من شوي أنو هن ما بيتفقوا سوا بس عملوا الجهد الكافي والمستحيل تيتركوا العائلة مكموشة وهيدا شي بشفلون يا كتير أنو بغض النظر عن مشاكلهم الشخصية قدروا يتركوا حب بيناتنا عرفت هيدا شي بشوفه كتير فيهم وشغلة تانية مثلا بي إن كان بالشغل عمل المستحيل تاي حطنا بأحسن مدارس وتاي هيدا وتاي كبرنا وباي معلم حجر يعني بيشتغل مهنة كتير صعبة يعني بعدها من المهن اللي عم تنقرد أصلا اليوم وتعب كتير مشانة وبشوف له إياها كتير وإما تعبت كتير مشانة بالبيت كمان أما ما بتشتغل بس هو البيت بحد ذات وشغل يعني وشغل يمكن أصعب وبياخد مجهود أكبر فعراسي الله يخيل لك ياهن زاف بآخر حلقتنا وين عبالك تكون بعد خمس سنين بعد عش سنين باللبنان برات لبنان مع أولاد بلا أولاد بعد خمس سنين لك أنا ما بحب استبق الأشياء يعني كيف تجي تجي بس بعمل جهدة إنه أقدر إخلق الطريق من هلأ لهالخمس سنين يكون أول شي فيها مرتاح وبالي فاضي والعالم اللي بحبه مرتاحة حولي والباقي الحياة بتقرر أنا بعمل اللي علي اليوم بهاللحظة بهالتكة الماضي ما فينا نرجع له والمستقبل ما فينا نشوفه يعني فيك تعمل هلأ شي يأثر على المستقبل وأنا هيدا الشي اللي بعمله صح بياناتنا كيف كانت الحلقة بتجنن مان تانكيو سو ماتج عن جد أول شي أنت صريح وأسئلتك هيك نفكر فيهم مضبوط يعني كل شخص بتستضيفه بتلاقي له أسئلة بتناسبه فيعطيك ألف عافية مان تانكيو تانكيو ماتج مارسي تانكس مان موسيقى هم 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 اشتركوا في القناة